بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا لمقربونا إلى الله ظلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهذي من هو كذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يطلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجنا وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمماتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزروا زرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فننبعكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبر وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بففرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل أليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكرون الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون الخول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها تجري من تحتها الأمهار وعد الله وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على مور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني أتقشعب منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلر الله فما له من ماد أفمن يتقي بوجه ميسوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبل فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكثر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآن عربي غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون إنك ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرا بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخرفونك بالذين من دونه ومن يضلر الله فما له من ناد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل إني عامل فسوف تعلمون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسر الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده شمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لاختدوا بني من سوء العذاب يوم القيامة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لاختدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى لهم سيئات ما كسبوا وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قال ها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنذر إليكم من ربكم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنذر إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بلتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرة على ما فرطت في جنب الله أن تقول نفسيا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله نداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين أن تقول نفسيا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله مداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوبهم مصودة أليس في جهنم مفوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم الصمور ولا هم يحزنون وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم الصمور ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى عما يشركون ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذاه القيام ثم نفق فيه أخرى فإذاه القيام فإذاه القيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربنا ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذاهم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربنا ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها قتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العامرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء نتبوأ من الجنة حيث نشاء نتبوأ من الجنة حيث نشاء وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر